بقول لك يا كبير انا شايف ابو شعلان يعني بيقول لما اخصى حماس ولما اخصى فتح انا لما اخصى ايدل بالزبط بتعرفش مين حماس ومين فتح لا يا باشا ده صاعد اعدادية هيعرف من اين ده بتعرف انت عسام امو ليه يا باشا ده انا مواهل عالي تنسيت ولا ايه انا بكريروس تربية رياضية بقدم فيها جدعان حد ماعرفش حماس وفتح بتعرف ايه اه بتعرف ايه اه شفتوا يا باشا في التلفزيون قناة الجزيرة الاتجاه المعاكس كانوا جايبين اتنين قاعدين وصواب بعض كده والموزيع في النص واحد فيهم كان بتكلم بحماس اما التاني اتفتح فيه واشيات اخر ليه وانت بريم لا يا باشا انا ما اتفرج على مالي ماليش انا في الجزيرة بقى محدش عارف حماس وفتح انت مش عاشين في الدنيا والنعمة الشريفة ما عدت علينا يا باشا لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكم لازم تفهموا كويس وايه المشكلة ما بينهم بالضبط يا باشا المشكلة ان دول مش طاقين دول ودول واعين مع دول ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول راحوا دول ضربين في دول دول يسقطوا لا المشكلة بين دول ودول جعت على هوا دول امريكا واسرائيل طبعا عايزين يوقعوا دول مع دول مع ان دول نفسيهم واعين مع بعض الوحديهم من غير دول وهنا في النهاية اهمنا ايه؟ اهمنا ان دول يبقوا مع دول طب انا عندي سؤال يا باشا احنا مع دول ولا مع دول احنا شوية مع دول وشوية مع دول موسيقى موسيقى موسيقى